كيف أنجبت بريانكا شوبرا يوم الجمعة 21 يناير نشرت بريانكا على صفحتها على انستغرام بوست أعلنت فيه خبر إنجابها هي وزوجها المغني الأمريكي نيك جونس لمولودة بنت عن طريق تقنية الأم البديلة وطلبت بريانكا من عشاقها احترام خصوصيتها هي وزوجها وقالت إنها حاليا بتركز بس على صحة المولودة خاصة إنه نشر إنه ولادة الطفلة كانت مبكرة بـ 12 أسبوع عن معادها وحاليا الطفلة والأم البديلة متواجدين في إحدى مستشفيات كاليفورنيا وبانتظار إنه حالتهم تستقر حتى تستلم بريانكا ونيك مولودتهم الجديدة طبعا هالخبر اللي انتشر بسرعة خلف آراء مختلفة بين مؤيد الخطوة اللي قامت بها بريانكا وبين معارض وتساءل البعض عن السبب اللي خلى بريانكا تقرر عدم أخذ تجربة الحمل والإنجاب بنفسها لكن في نفس الوقت طرحت فرضية إنه ممكن بريانكا بتعاني من مشاكل في الإنجاب خاصة إنها أكملت ثلاث سنوات زواج من نيك دون أن يقع حمل